أهلا بكم كنا من كام يوم هنا سألنا السؤال هو فيه محمد صلاح بو سألنا سؤال عادي جداً أول ناس سألت على محمد صلاح كنا احنا من حوالي يومين ثلاثة كده إنما اللي حصل النهاردة الموضوع كبر خناقة بقت كبيرة قوي خناقة ضخمة جداً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب محمد صلاح والناس بدأت سابت كاس العالم واشتبكوا مع نجم منتخب مصر ونجم نادي ليفربول إيه بقى الحكاية؟ وليه المصريين المغربة اختلفوا مع بعض؟ الحكاية يا سيدي إن محمد صلاح ما عملش حاجة طب إزاي؟ أولله الناس زعلانة عشان هو ساكت وما هناش منتخب المغرب فيه تأهل إيه لكاس العالم اللي عمله المغرب دلوقتي وكان من أبرز المنتقدين لصلاح هو الصحفي والإعلامي المغربي عبدالصمد ناصر اللي كتب التغريدة دي كتب قال ولا تهنئة ولا كلمة ولا تشجيع في حق منتخب المغرب بصراحة موقف غريب من لعبنا العربي محمد صلاح الذي لم نتوقف يوما عن تشجيعه خير إن شاء الله يا محمد عسى المغربة ما زعلوك في شيء إحنا كنا بعد نهاية ماتش المغرب كنا سألنا السؤال ده فين تهنئة محمد صلاح عبدالصمد ناصر كتب الكلام ده النهاردة ناس اعتبروا بعض المغربة إن إنجاز منتخبهم هو إنجاز العرب كله والأفرق أو إحنا بنعتبر ده على فكرة برضو واستغربوا من عدم اهتمام صلاح بإنجاز كبير زي ده زي ما كتب الشريف الإدريسي وكتب قال ساديو ماني شجع المغربة منذ البداية بينما صلاح لم يقم بأي دعم للإنجاز اللي حققه المغرب لصالح الكرة الإفريقية والعربية حيث فتح أبوابا كانت مصادة إلى الأمس في المقابل نحن ندير بالشكر والتقدير لمصر لأنها اصطفت معنا منذ البداية غير أن سلوك نجمة هيثير الاستغراب مش بس المغربة اللي انتقدوا صلاح بعض المصريين كمان انتقدوه زي حساب بإسمه فؤاد اللي كتب وقال بالنص كده فؤاد شعب المصري بجميع عطيافه وفقاته يهني وفرح مع منتخب المغرب إلا العاق هو وصفه محمد صلاح هو كتب كده فؤاد لكن المدرب العام السابق لمنتخب مصر كابتن ضياء السيد كان لي رأي تاني خالص ولمح إيه السبب بإن صلاح زعلان من المغربة لأنه كابتن ضياء لمح بإن المغربة ما صوتتش لصلاح في جايزة اسمعها البالون دور نسمح كده كابتن ضياء السيد بيقوليه شفت الانتقادات اللي وجهت ليه هو كده كده في ناس قاعدة تنتقد بس طول الحياة يعني نعم إنه ليه ما هنقش المغرب على بلوغ نص النهائي من كاس العالم مين اللي بينتقده شفت أكتر من تغريدة لا هم بينتقدوش ليه الناس اللي ما بتسوطلوش في البالون دور ولا في أي استفتاء العرب كلهم بيدولوا صفر ما حدش بينتقد الناس ليه ساعد لا حادي يعني ما يخدوهاش على صدرهم قوي يعني أو ميركزوش؟ ميركزوش قوي على صلاح يعني ميركزوش على صلاح ده كان رد كابتن ضياء السيد اللي لمح بإنه يعني ما تزعلوش قوي أنتو مدتوش له صلاح حاجة في التصويت بتاع أحسن لعب العالم اللي خدها كريم بنزينة أو مش بس بنزينة ده في الاستفتاءات التانية مدتوش له صلاح عايز يقول طبيعي يعني صلاح يعني ما يهنيش ناس تانية شافت إن سبب عدم تهنيئة الصلاح للمغرب هو حالته النفسية السيئة عشان ما قدرش يصعد كاس العالم وده آخر كاس عالم كان ممكن يشارك فيه صلاح زي اللي قالته الإعلامية راشا نبيل راشا قالت من يتساءل أو يهاجم صلاح لعدم التفاعل مع المنتخبات العربية اللي شاركت أو حقاقت نتائج جيدة أعتقد وهذا تصور وليس معلومة صلاح يعاني من إحباط وخيمة أمل قد تكون وصلت لحد الاكتئاب وهذه الألام النفسية صعبة لا يعرفها إلا من عاشها سواء لأن حظه كان سيئة أو حالة الظروف بينه وبين أحلامه بالمناسبة أنا مش شاكل على فكرة أن صلاح هنى المنتخب السعودي يفوز على الأرجنتين يمكن هنى أنا ما شفتش ولا شفته هنى المنتخب التنسي بفوزه على فرنسا أنا ما شفتش قد يكون بس ما هناش يعني مش الموضوع المغرب بس عشان أخواننا في المغرب ما يزعلوش صلاح لهنى السعودية بفوزه على الأرجنتين ولا تونس بفوزه على فرنسا لكن الحقيقة ربما يكون فيه أفواره في الموضوع والهجوم على صلاح ربما يكون مبالغ فيه وده اللي أشار إليه الصحفي وائل أنديل فكتب وائل أنديل يقول محمد صلاح لم يكتب تهناء المنتخب المغرب إذا محمد صلاح ليحب العرب محمد صلاح ليس فاخر العرب هيا بنا نلعن محمد صلاح ونهيل التراب على مسيرته ما هذا المنطق المؤرف ما أنت كنت ماشي كويس يا عموائل يعني ليه المؤرف ليه تتهم اللي بيختلف معاك في الرأي بأنه مؤرف ما دي مشكلة يعني أنت كان ممكن تمشي لحد ما هذا المنطق بس إنما ليه وصفت اللي ضدك في الرأي بأنه مؤرف كمان البعض قال إن صلاح مش طرف في لعبة القوميات زي ما كتب مصطفى الأنصاري اللي قال محمد صلاح لعيب محترف مش طرف في لعبة القوميات وعمرك ما هتلاقي لعيب محترف دنماركي بيحتفل بانتصار الفريق السويدي مثلا لكن بكل تأكيد أغلب العرب وكتير من أفاقرة مبسوطين بإنجاز المغرب أمويا خليكم في البطولة بلاش ادخال الأمور في بعض كلام منطقي وكلام معقول ومش شرط إن صلاح يكره المغرب أو بيكره السعودية أو بيكره تونس عشان ما هنهمشوا كلهم بالفوز حاجة زي كده أشار إليها الناشط القطري ناصر الملكي اللي كتب وقال محمد صلاح ليس بالضرورة أن ينافق أو يجامل أو يتصدع كبعض المتاونين وكل وله توجه ورأي وقناعات ولا يجب علينا أن نطلب من الآخرين أو نطلب من الآخرين أن نجبرهم أن يتطبعوا بسلوكنا ويطبقوا ما نريده نحن ولا يس شرطا بأن من لم يهنئ المغرب يكون متحاملا أو كارها للمغرب كلام معقول بس يبدو أن صلاح مش مهتم بكاس العالم كله مش بس حكاية المغرب لأنه لم يهنئ قطر على الفتاحك كويس لم يهنئ السعودية على إنجازها الخطير قدام الأرجنتين لم يهنئ تونس بإنجازها على فهنسى لما الراجل كان في حتة تانية لأنه من خلال أيام اللي فاتت ظهر ستوري نشره صلاح وقت المباريات دي وهو بيتفرج على مباراة كرة طايرة سيدات بين الأهل والزمالك نشر صلاح لا يتابع كأس العالم نشر أنه بيتابع ده صلاح قاعد أكتر من ساعتين في المركز ده طبخ ورسم ولقاء بكورة وده كان لفتة منه رائعة لكن الصحفي سليم عزوز اعتبر أن صلاح مش بيحسن التصرف في مواقف كتيرة فكتب يرد على الإعلام المغربي عبد الناصر عبد صامد ناصر وقال له يعني العالم العربي والعالم الإسلامي بيعتبرون انتصار منتخب المغرب انتصار لهم وانت سايف دول كلهم ومركز في محمد صلاح محمد صلاح لا يعرف أين يضع قدمه رح يعزف الملكة باعتبارها كبيرة العائلة عمل نفسه مشكلة معنا دي الراجل أبسط من كده أستاذ سليم عزوز عايز يقول أنه صلاح يعني مش بيحسب خطواته إنما ماشي بالبركة أنا مش معه أستاذ سليم عزوز خالص لأن محمد صلاح ما هوش فرد محمد صلاح وراه مؤسسات كبيرة بتديره مؤسسات في إعلامية مؤسسات في السوشيال ميديا المؤسسات دي بتدير محمد صلاح محمد صلاح ماضي عقد مع أكبر شركة ملابس رياضية في العالم هي قديدس والشركة دي ما بتهزرش مع محمد صلاح يعني والشركة دي هي اللي عاملة أغلب التشيرتات أو الملابس الرياضية لكتير من المنتخبات منهم المنتخب الأرجنتيني اللي بيلاعب دلوال أو للعب من شوية محمد صلاح ما عادش لعب كده في أبو حمص بيلعب مع نفسه يروح يعزف حد غلط أو يروح يقعد فرح غلط أو يقعد على قهوة غلط محمد صلاح ماشي برشدة يا كابتن سليم وبالتالي هو عارف بيعمل إيه فهل يا ترى فيه سبب لمحمد صلاح يخليه ما يهنيش قطر بالافتتاح العظيم لكاس العالم فيه سبب يخليه ما يهنيش السعودية بفوزع على الأرجنتين فيه سبب يخليه يتجاهل تونس بفوزع على فرنسا فيه سبب يخليه يتجاهل المغرب بعد ما حققت إنجازات في فوزع على أسبانيا والبرتغال وغيره ووصولها للدور ده هل هناك سبب؟ هل فعلا عدم تصويت العرب لمحمد صلاح خلي محمد صلاح يعمل كل ده؟ ما عرفش إنما الأيام هتكشف لنا يوما ما ليه محمد صلاح ما شاركش في كل ده حتى الآن الله أعلم يمكن كمان بكرة تفوز المغرب إن شاء الله ومحمد صلاح يعنيه قد يكون فعلا، أروف